طيب ايه بقى اللي بيدور في النادي الاهلي كواليس النادي الاهلي ما بعد ده مواجهة سانداونز وقبل مواجهة فريق القطن الكاميروني يوم السبت القادم تعالوا نشوف حاجات مهمة جدا جدا اولا مارسل كولر الموديل الفني للنادي الاهلي اخرج من حساباته الفنية السناء رامي ربيع وايمن اشرف مدافعاء الفريق وكرر عدم التجديد لهم واعطى ادارة الكرة الدول الاخضر لرحيلهما بنهاية الموسم الجاري في ظل اعتماده على مدافعين اخرين بالفريق تحدث المدرب السويسري مع معاونيه في الفترة الاخيرة حول عدم وجود مدافع ثاني يلعب بجانب محمد عبد المنعم يحقق له ما يريد حيث قرر او قال كولر لجهازه انه حتى الان لم ينجح فيه اختيار سنائية دفاعية قوية وان كان محمد عبد المنعم هو المدافع المفضل بالنسبة له ويميل المدرب لفكرة تجربة خالد عبد الفتاح المعار إلى الفريق من سموحة في مركز المدافع المساكة هو جربها بس اعايز اكمل بيها شوية جربها طبعا في برات الزمالك خلال الساعات الماضية ترددت بعض الانباء حول وجود ازمة بين كولر وحمد فتح وهو الامر الذي اكد المدرب على عدم صحته تماما وان حمد من اللعابين المهمين بالنسبة له لكنه يفضل سنائية مروان حمد وقال يو دينج بجانب عمر السلية في خط الوسط خصوصا وان هذا السنائي بجانب السلية ينفذ الادوار التي يطلبها منهم رابعا تحدث مارس كولر مع جيازه المعاون حول تراجع المستوى البدني لسلاس لعبين بالفريق وتحديدا في الخط الهجومي حيث اكد المدرب ان الصهر لوقت متأخر من الليل سببا رئيسيا في تراجع الاداء البدني لهم اعتقد انت عارفين واحد منهم خامسا المدرب السويسري لديه قناعة تامة ببعض اللاعبين حيث ان الاولوية لهم في التواجد بالتشكية الاسية وهم محمد مجد افشا وحسين الشحات ومران عطية وبرستاو واحمد عبدالقادر حيث لا يستمع المدرب لأي انتقادات توجه لأي من هؤلاء اللاعبين ويؤمن بقدراتهم بشكل كبير بالمناسبة يا جماعة بالمناسبة ده كمان رأي اعضاء في الجهاز الفني بس مارس الكولر من المدربين اللي بياخد قرار اللي بيبقى واضح في قراراته اللي مش بقول انه هو ما بيسمعش لجهازه المعاون بس لو عنده قرار بيصمم عليه بيصمم عليه حتى لو بيسمع بالمناسبة هو بيسمع عشان برضو ما تحسش انه فيه خلافة او فيه مشكلة هو بيسمع للجهاز المعاون بس بينفز اللي هو عايز وده عادي بطبيعة يعني سادسا خلال الساعات الماضية عقد سامي قمصان المدرب العام جلسة خاصة مع حسين الشحاد اشاد فيها بالمستوى الذي يقدمه اكد له ان الجهاز الفني معجب بمستوى وعليه الاستمرار على نفس الاداء كما عقد جلسة اخرى مع محمد مجد افشا طلبه فيها بالتركيز والتخلص من اي ضغوطات يعاني منها حتى يعود للتقلق مع الفريق بالمناسبة انت تتحدث عن حسين الشحاد عامل اداء محترم جدا وكبير جدا مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة ده المستوى الطبيعي بتاع حسين الشحاد هو بس اللي كان متأخر فيه اللي بعده سابعا حتى الان لم يصل الى الاهلي اي عروض رسمية لضم المهاجم لضم المالي الو ديانج ومحمد محمود عبد المنعم كهربا حيث ان ما تردد حول وجود عروض لديانج من تركيا واخر من الامارات لكهربا غير صحيح بالمعنى مفيش عروض يعني اي ما تسمع اي عروض مفيش سامن الاهلي يتحرك بشكل موسع في الوقت الحالي لتسويق لعبه البرازيلي برونو سافيو بعد الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم كما ان النادي لديه الرغبة في فسخ عقده بالتراضي ورحيله اذا لم يتوفر عرضا مناسبا ولكن هذا الرحيل سيكون مشروطا بتنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية في عقده وتوقيع مخالصة بالتراضي حتى لا يشكو اللاعب النادي في فيفا بعد رحيله طيب تسع عقد مرسي كورر خلال الساعات الماضية جلسة مع اللاعبين واعتبهم بشدة على الاداء في مباراتي الهلال وصندونز واكد انهم وقعوا في اخطاء مكررة خلال المباراتين واهضروا العديد من الفرص السهلة امام المرمى وهدد اللاعبين بعودة الكلاسات الصباحية مرة اخرى خصوصا وانه يشعر بوجود عدم التزام بالتعليمات من جانب اللاعبين طيب ده بالنسبة للنادي الاهلي